أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف المهاجر المتهد والشجاع وقال عانت عائلة الناصرة من مذلة التهجير ومغادرة الأرض وما يصحبها من خوف وألم حتى اليوم يعيش كثيرون من إخوتنا وأخواتنا في الظلم والمعاناة نفسها والسبب هو استبداد وعنف الأقوياء عندما أمر الملاك يوسف بأن يأخذ الطفل يسوع وأمه ويهرب إلى مصر نجى يسوع من هيرودوس لكن ذلك لم يمنع هيرودوس من أن يقتل أطفال بيت لحم وهنا نحن أمام شخصيتين متناقضتين هيرودوس بشراسته ويوسف باهتمامه وشجاعته دافع هيرودوس عن سلطانه بقسوة وحشية وهو رمز لطغاط كثيرين الأمس واليوم وفيه يتحقق المثل القائل الإنسان ذئب للإنسان بينما أظهر يوسف البار شجاعته عندما نفذ أمر الملاك وقال قداسته من الخطأ أن نعتبر أن الشجاعة محصورة في الأبطال في الواقع يتطلب عيش الحياة اليومية من كل شخص الشجاعة لمواجهة صعوبات كل يوم ويعطينا القديس يوسف اليوم درسا ثانيا الحياة لا تخلو من الشدائد وقد نشعر أمامها أيضا أننا مهددون وخائفون ولكن لا يمكننا أن نتغلب عليها بأن نلجأ إلى أسوأ ما فينا كما فعل هيرودوس بل يجب أن نتصرف مثل يوسف الذي تفاعل مع الخوف بشجاعة وأوكل نفسه إلى العناية الإلهية ترجمة نانسي قنقر